متكلم شايفين التصريحات اللي تقالت النهاردة في ربطة الأندية أنا طبعاً لما تقالي النهاردة أن عدد الجمهور زاد إلى ستة آلاف أنا كنت متفائل أنه ممكن يوصل لعشرة آلاف ستة آلاف دي معناها أنه في خمسمية زيادة لكل فريق عن ما نهينا عليه الموسم الماضي طبعاً مش رقم يعني ما اسمهاش زيادة لكنها زيادة زيادة حصلت تمهيد لأنه إن شاء الله بقى في نص السيزن أو في بداياته نلاقي العدد زاد شوية سألت أنا الحقيقة أحد أعضاء ربطة الأندية بما أني كنت موجود في الأرعى النهاردة ليه؟ ليه ألف بس؟ ليه نوصل لستة آلاف؟ تقول أنا كويس في زيادة ألف لكن ليه نوصل لألف بس زيادة؟ قال لي ده سبب أن نتقال النهاردة من النائب أحمد دياب أنه بيطلب من رؤساء الأندية أن هما يتكلموا مع جمهورهم أن الهدوء يبقى موجود عدم وجود الاحتقان قال لي هو ده السبب الواضح أنه إحنا لما طلبنا زيادة العدد اتقلنا أنه فيه احتقان ما بين الجماهير فإحنا مش هنعرف نسمح بعدد أكدر من كده وبالتالي ملاحظاتنا على الموسم اللي فات ما كانتش بنسبة 100% نجاح فحسنا أنه لأ الزيادة لازم تبقى أقل زيادة قليلا وبالتالي هو قال لي أنه تدريجيا العدد هيزيد مع التزام الجمهور في ظل التزام مسؤولي الأندية دي كانت الرسالة الواضحة التزام مسؤولي الأندية دي بمعنى أنه يقاش في أي تراشق من أي نوع ما بين الأندية وبعضها البعض طبعا هتلاقي وحد يقولك دلوة أنت قصدك أننا بنقول طب ما إحنا رد فعل أنا بقولك يا جماعة اللي تقلي أنت عمل اللي أنت عايزينه طيب وأتمنى أن يكون الناس عندها من العقل والتقدير للموقف ما يجعلهم دائما أصحاب مسؤولية دائما دائما لكل دي رسالة لنفسي لنفسي أنا كمان كإعلامي وأياريت بوجهها كمان لزملائي الإعلاميين أننا ما نبقاش طرف من أطراف إثارة التعصب كلمة التعصب دي واسعة قوي وأحيانا ما تستخدم في غير محلها لكن أنا بقصد هنا أننا ما نبقاش جزء من التحفيل اللي هو غير المرغوب اللي بيحصل على مواقع التواصل الاجتماعي أتمنى أننا ما نبقاش جزء من الاستفزاز طبعا الناس أحيانا لو أنا قلت مسائل خير النهاردة إذا مالك اتغلب يقولك أنت بتستفزنا مسائل خير النهاردة قاية اتغلب أنت بتستفزنا ده مش ده الاستفزاز اللي أنا قصده الاستفزاز اللي أنا قصده هو الاستفزاز الحقيقي بتاع أننا نقول معلومة بغرض أننا نضايق حد وده بيحصل أحيانا بشوفها على برامج يوتيوب أحيانا الناس بتشجع أكتر منها بتدي معلومة لكن أنا بتكلم بقى في دورنا ومسؤوليتنا كل تبقى لمكانه سواء كان مشجعا لاعبا مسؤولا إداريا أو حتى إعلاميا منهم أنا بكلم نفسي كمان طيب خلينا نروح معكم لنقطة بقى بعيدة عن الربطة بس الربطة بمناسبة النهاردة قالت قائمة المحذورات اللي ما ينفعش تحصل على مستوى اللاعبين وعلى مستوى الجماهير كمان فتعاون نستعرضها مع حضراتكم سريعا جدا أولا في المدرجات ممنوع مؤشرات الليزر ممنوع أبوات الطلاء اللي هي البخاخ والعطور والمواد الكيميائية أو أي مواد تسبب الحريق ممنوع استخدام السجائر وملحقتها والمداوخ والسجائر الإلكترونية الألعاب النارية والشعلات نفس القصة الأبواق اللي بتعمل ضجيب مرتفع أو أبواق الغاز في مكبر صوت واحد بصطاعة 45 واط الحيوانات ما ينفعش تخلصتات بطاريات وأدوات شحن أو أجهزة تخزين الطاقة المظلات وعصى السيلفي لفافات الورق الأسلحة والمتفجرات والأدوات الحدة العبوات والأكواب الزغية ويسمح بالأكواب تسجيل الصوتي أو المرء أو التقاط الصور إلا للاستخدام الشخصي طبعاً دي بسبب حقوق البس الكحول والمخدرات المواد تطبيع العنصري زي القمصان أو الأعلام طائرات الدرون من ضمن الحاجات الممنوعة استخدام العصى المواد الترويجية أو الإعلانية الكرات بمختلف أنواعها على مستوى الأندية كمان قالوا أن كلاتنبرج لاحظ أن اللعيبة بتتجمع حول الحكم بين الشوطين وبعد نهاية المباراة فطلع قرار أنه أي حد يعمل كده هيتعاقب بغرامة والنادي هو لا يتعاقب بيها وتخصم من مستحقات اللاعبين أو المسؤولين اللي عملوا الفعل ده ودي نقطة أعتقد أن هي إيجابية لأن كنا شفناها في نهايات الموسم اللي فات كتير قوي على مستوى أندية كتير قوي وده يعني ده نقطة نظامية جيدة بالنسبة لرابطة الأندية شفناها النهاردة على المستوى العالمي هرجع للأمور المحلية كمان شوية في الآخر كده لكن سريعا جدا النهاردة كانت جولة من الدوري الإنجليزي بدأت بالأمس وكانت تقمة هذه الجولة هي مواجهة استاد الإمارات ما بين أرسنل وليفر بول وكانت عقبة منتظر جدا إزاي هيتعامل معها ميكو